الأستاذ الدكتور حسام موافي للعلوم والتكنولوجيا عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كل الطب القصر العيني المعلم المثالي ست مرات على مستوى كل الطب جامعة القاهرة الطبيب المثالي ست مرات على مستوى نقابة الأطباء رئيس الجامعية المصرية لطب الحالات الحرجة عضو الجامعية المصرية لأمراض القلب عضو الجماعية المصرية لأمراض الكلة له 180 بحث منشور في المجالات العلمية المحلية والعالمية رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 قليل طب جامعة القاهرة إنه واحد يجي لك بألم هنا فتقول له إيه؟ ده شوي يلتهاب في جدار الماء ده تمام؟ وارد بس فيه فارق بين ألمين وتكتب له شوية أنتست وإيه؟ مسكنات ألم وبتاقه خلاص ويروع وهيطلع مشكلة في شريان معين من الشرايين التاجية الشريان ده يعمل الألم بتاعه لو انسد بجلطة في المنطقة دي أنا بقول للطالب اللي داخل كل الطب وما بيزاكرش تسيبه كل إيه عبا لماذا؟ لو أنا مذاكرتش وعيان مات مني ده قتل عمد لو أنا ذكرت وعيان مات مني ده قتل خطب وشتان في دنة بين القتل العمد وخطب إنت مذاكرتش وبتشتغل دكتور متأسف قد تكون الدوخة لا علاقة لها بالسكر لا علاقة لها بالسكر خالص وتكون من الضغط تكون بتاخد دوة بيدوخ وارد جدا جدا لكن لو أنا جات لي حالة زي دي أول حاجة أفكر فيها خلل في الجهاز العصبي ويل للمكذبين تتقل عشر مرات وربعة ويل يوم إذن للمكذبين عشر مرات وربعة ويل المكذب حسوي بيه واحد فوت العشاء يا إبا لا ما هو ويل للمصليين إبا هو مصلي الذين هم عن صلاطيم سهون يعني نسي واحدة نسي الظهر نسي العقل لا يمكن يكون المقصود دك الحالة اللي جاية دي متكررة وبرضو بتتاخد في مجتمعنا المصري بشكل من الاستهتار يعني لسه كنت قاعد معزوم في عشاء وصديقة عزيزك يعني آآ يعني آآ قالت لي إنها عندها تاريخ من نزيف الأنف قابلك إنها نزفت من مناخرها كذا مرة وأنا استغربتك وساكت وساكت أنا هحكي الكيس ونترجم الموضوع بيعاني من نزيف متكرر من الأنف وعمره سبعتاشر سنة بس هو قال بقى هنا إنه ضغطه طبيعي الأبحاث المطلوبة للوصول التشخيص السليم إيه ده راجل طلع الضغط من القصة آآ يعني ده مش ضغط آآ لكن اللي أنا حكيت عليها دي كانت ضغط عالي المفاجأة العجيبة ده ده كلام موجود في كومار آآ موجود في كومار المفاجأة العجيبة ما فيش علاقة يعني الضغط العالي ما ينزفش ده النسف هو اللي يعالي الضغط يعني إنت العين بيجي لك ضغطه عالي ونزف من أنفه فكل العلماء ربطوا لأتنين آآ هو العكس هو الضغط العالي ما يخليش الأنف تنزف لكن نزيف الانف لما تشوف الدم تغطط يعلم هو فيه كوينس دنس ممكن يحصل ممكن صدفة الاتنين يجوا مع بعض هو ولد صغير مش كده سبعتاشر سنة سبعتاشر يعد الصفائح يعد صفائح دموية الاحتمال الاول في حالته اي تي بي اللي هي نقص الصفائح دموية وزا كان كده له علاج سهل جدا جدا برضو كورتزون بالاضافة الى استقصال الطحار لكن يعد الصفائح الصفائح دموية ابني بين 250 الف الى 450 الف لو هي السبب هتلاقي 70 الف 80 الف 40 الف هتلاقي وطي نقص الصفائح بيعمل نزيف تلقائي تاني نقص الصفائح يعمل نزيف تلقائي يعني يبقى قاعد وفجأة اي حاجة تنزف المسانة الكلا المعدة الانف العين تلقائي مش عايز مجهود بعكس الهيموفيليا الهيموفيليا لازم حركة يعني المفصل يتحرك عشان انزف انما الصفائح مش كده الصفائح اتنين اس اللي ده اللي الطلبه بقى سبونتينيس وسيفير اس اس سبونتينيس تلقائي وسيفير شديد فبقى نزيف جامد جدا جدا فيروح لدكتور دم او يعمل صورة دم الاول يشوف الصفائح كام اذا كان تواطية يروح لدكتور دم بسرعة جدا جدا لان علاجه سهل ما هوش مشكلة قد يكون المشكلة موضعية عنده مشكلة في الانف اه فيه دكاترة انف اوزن ساعات يكوه ساعات يديله دوا بس هو لازم يعرض نفسه الاول صورة دم طلعت نورمل جري على انف اوزن طلعت صفائح واطية جري على دكتور دم اه هناخد السؤال اللي جاي ده يعني برضه سؤال مهم قوي الحقيقة انه بيعاني حد بيعاني من خلال خلال في ضربات الالم وشعور بالالم في الصدر اثناء هذا الخلال وسن صغير 24 سنة وهم مدخن وETدخين يعمل الرسم؟ اه بس انا هنبه لحاجة مهمة جداً بنبه الناس وبنبه الدكاترة ما الهدف من عمل رسم قلبي بالمجهود الهدف أعلي ضربة قلبك خلاص أنت قلبك سبعين هخلي مية واربعين وانت مية واربعين القلب يتفضح يتفضح لو في أي خلل بسيط مستخبي عندي سبعين وانت قلبك يدق سبعين مش هيستخبه وانت مية واربعين تمام بما في ذلك شوري انتج فبيقول الخلل بيجيب لي قلب هو عمل رسم قلب مجهود هو عمل من غير ما يحس يعني قلبه في خلل بيدرب بسرعة لمدة ربع ساعة هو ده رسم القلب فجالك واجح هناك انت عملت رسم قلب بكرة تروح تعمل قسطرة بكرة تعمل قسطرة لماذا؟ انت عملت لنفسك رسم قلبي بالمجهود أثناء سرعة القلب جالك القلب وده اللي احنا بنعمله عشان كده بعض المرضى اللي بياخد دواء يسبت ضربات قلبه يعني لما يعمل مجهود متعلاش ممنوع يعمل رسم قلب مكوت ممنوع تلاقي يرجعوه تاني قالوا له لمدة تمانية واربعين ساعة اوقف الدواء ده ليه؟ عشان الرسم ينفع الهدف من رسم القلب المجهود ان انا اصرع القلب انا بجريج عالسير عشان القلب يصرع يقول له طب افلت واحد برجله واحدة اقول له عندنا ما يعوضه عندنا دواء ممكن اعلاقلك دواء في الوريد يصرع قلبك دوبيتامين فيصرع قلبك كأن جريت وعمل لك الايكو او رسم القلب اشوف التغيرات التغيرات بتاعت شرين تاجي لا تظهر والقلب بطيء طب عايزة اظهر اصرعو اما بالجري جري على سير او بسكليتة او بدواء افرض واحد تخين 140 كيلو مقدرش يجرع السير مقدرش يكسر الجهاز فبنعمله بالدواء فالولد ده هو بيجيله الوحده ده اديد خلاص سريعة وساعة السرعة بيقول اه يا اسدل خلاص هو ده اسم القلب اللي بالمكوت بكرة يروح يملك السر بكرة رغم انه 24 سنة اهو مدقن اه يعني لا يعني هو السن ده مش يكسكلود مشاكل الشر خالص لا يستبعد بتاتا اه طب يكمل بقى عشان ما يجباش مقلب اه جايز عنده كل سرور عالي جايز اسرة سيئة السمعة جايز ضغطه عالي هو ما يعرفش لا لا خالص سنة 24 لا يستبعد القلب بتاتا طبعا هو مش كومن يعني حيبقى الكومن سنة الخمسين حول الخمسين لكن 24 يجيلو خاصة انه مدخن بس يا ابني انت سمعني دلوقتي احلف على المصحف نطر شبسجير تاني احلف لان ده انت تنتحر بالنسبة لمرضى الضغط يشمح لهم بممارسة الرياضة الصدر الضغط الضغط العالي رياضة معينة اولا ممنوع من ممارسة الرياضة الا ما يزبط ضغطه ايه يعني يععد مثلا 15 يوم بنقسله ضغط منتظم 120-80 نعمله رياضات بس السكواش ممنوع لانه عنيف جدا جدا يجري مسافات ممنوع يعني انا بفضل السباح احسن رياضة المريض الضغط او مريض السكر والتخين وكده السباح يعني ينزل يبلبط شوية في الماء عايز الروح بقى لالهاكم التكاثر حتى زرتهم المقابر كلا سوفت ثم كلا سوفت الهاكم التكاثر دي برضو ليه لا تفسير انا طبعا مش من حقي افسر خلص لا بس انا قبل ما اروح بس اعمل عقر اه واحنا قبل ما نروح لهذه الايان انا عندي اعتقاد برضو بأعمال العقل بس ده اعتقاد اعتقد ان كله هتفق معي عليه ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا ان اللغة العربية اللغة العربية الحقيقية ليه لغة القرآن بين الشباب وبين الجيلي جديد اصبحت ضعيفة فهم القرآن الكامل عايز لغة عربية عايز لغة عربية مش عادية لغة عربية قوية جدا ويكون الانسان متشبع بيها بشكل كامل يعني بشكل كامل فتحت قضية خطيرة جدا احنا عايزين نتكلم على القضية دي ابي ويروح لاناكم ليه بقى قضية خطيرة جدا لان انا دلوقتي لما باجى مثلا نسمع انا بعشق الخدماء من القرآن اللي هو الشيخ عبد البسطة عبد الصمن الشيخ الحصري رحمه الله الشيخ المنشاوي رحمه الله الناس دول هم اللي كانوا بيقرؤوا اللغة العربية بالزبط كده اللغة العربية وبعدين اللي هو أنا ما بق يعني بقرأ التلاوة كما يعني ولذلك لما منيج نقرأ بسلا انها تلونة وحق تلاواتي اللغة العربية هنا تجنن تجنن انت جنن في ايه انه الكلمة دي لها وقع مش كلمة حق تلاواتي كده تعدي على الودن امانيهم فتلك اماني امانيهم دي مش المعنى البسيط للكلمة امانيهم دي كلمة صعبة جدا في اللغة العربية انا باعتقد ده انا معرفش برضو ده اعمال للعقل عندي ان اللغة العربية بتاعة القرآن اللغة المعنى فيها قوي جدا والكلمة فيها ودي من عظمة القرآن نقدر نطبقها على الف وربعين سنة فاته ونقدر نطبقها دلوقتي وطبقين يطلعوا سلام صح كده هقول لك بس اولا انت صارت قضية خطيرة جدا قضية اللغة العربية كام ام دلوقتي بس جاوب صح كام ام دلوقتي تفتخر ان ابنها ما بيعرفش تكلم عربي كتير 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 جدا تخيّل وصلنا لكده نعم جدا اسلمني ما بيعرفش كده اه هو تعليم الإنجليزي انا بشوفه بيتكلمه بليس بليس كويس انه يعرف لغة قعب السلائف تخن لمعرفش عربي دي مش فخر دي فضيحة دي فضيحة دي رقم واحد رقم اتنين بوك بالإنجليزي يعني ايه كتاب لها معتها تاني لأ آه لأ لأ بوك كتاب لو كان القرآن نزل بالإنجليزي كان اللي بقى له معقونا واحد قلب بالعربي يعني ايه قلب بالعربي اتنشر معنى معنى طبعا اتنشر معنى يعلم الله لما ربنا قال قلب يقصد ايه في الاتنشر يعلم الله احنا بنكتهد عمى العمى لا في المعنى العربية قلبه فؤاد فأنا واحد وكان فؤاد أم موسى قريبا لولا أن ربطنا على قلبه ما الفرق بين الفؤاد والقلب عشان كده بص عظمة القرآن بقى خلي بالك من اللي جيدة إنا أنزلناه قرآنا عربيا أيوة لعلكم تعقلون وتقلت مرتين لعلهم يعقلون اياك تفهم من قصدي ايه عشان كده روعت القرآن انه اليوم الدين حيتفه سنة 2021 فهمنا آية بمعنى علمي سليم العرب ما في مواش حفظوها كمان مليون سنة حيتفهم القرآن بطريقة تانية خالص خالص ده كل حرف يا أيمن كل حرف بيشيل وراه معنى قد كده فاعمال العقل ده أمر الهاكم التكاثر الهاكم التكاثر أنا سألت نفسي سؤال أصلا قبل ما نم بالليش بفضل أشوف اللي أنا قريته من القرآن أنا فهمه ولا لا وبعدين بجيب التفسير ساعات ما اختنعش طبعا الكلمة اللي بقولها دي قد تدايق ناس بس ساعات ما فهمش أو ما اختنعش لا مش لا التفسير ربنا بيكلم الحي ولا الميت الحي أنا رأيي لا أنا رأيي لا الهاكم التكاثر قعدتوا تشغلكوا الدنيا حتى زرتهم المقابر القبر زيارة هيروح حتة تانية خالص شوف بقى اللي بعدها كلا سوف اتعلمو بقى أنا هكلم واحد صاحي اللي يعني اتمنى عارف شنو عارف ثم كلا سوا كلا لو تعلمنا علم اليقين لتراون الجحين بيكلم مين هل أنا هروح زور أبويا هيتقلل لا اعتقد والله أعلم والله أعلم ان ربنا بيكلم الميت مش رحي الهاكم التكاثر شغلتكوا الدنيا حتى زرتهم المقابر القبر زيارة هتقول لي الجسد وأنا فتحته على أبويا بعد مئة سنة لقيته الجسد لا قيمة له أنا عندي خاتم بمئة مليون جنيه حطه في علبة أطيفة العلبة دي لها قيمة والخاتم فيها لو خدت الخاتم رميته في البحر هل هذه العلبة لها قيمة؟ ما بقاش لها قيمة العلبة هي الجسد والخاتم هي الروح الروح اللي طلعت هي دي اللي حتتحاسب وهي دي اللي حتشوف وحتشوف الدنيا إنما الجسد ده علبة أطيفة رميه طب اللي كله السمك اللي كله السمك مش هيتحاسب اللي تحرق اللي عمارة كل ده قالهاكم التكاثر ربنا بيكلم الميت مش الحي زي بالضبط فيه آية تانية بتكتب على عربية الميتين دايما يكتبوها يا آياتها النفس المطمئنة برضو أنا بقول ربنا بيكلم الحي مش الميت ارجعي إلى ربك واحد كان ضال واحد كان ضال خمورجي وبتاع ستات وحرامي وربنا هداه فبيكلمه يا آياتها النفس المطمئنة أول مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية الميتين فادخوني في عبادي لما دخل في عباده بقى هيخش جنته دخولي جنته وبرضو الله هو أعلم بس يعني أنا بس عايز عمل عقلي أنا عايز أأكد على نقطة مهمة جدا اللغة العربية في عوامل كثيرة أو في أقول إيه يعني مجارف يعني بيسموها إيه؟ مأدف آه مجارف كثيرة سعدت بشكل ما إنها تعيق تقدم اللغة العربية أو تعيق إنسياب اللغة العربية في أقول الأجيال الحالية مثلاً على سبيل المثال دخول العامية العامية دي أساءت للغة العربية الحوارات العامية البسيطة أساءت للغة العربية على فكرة اللغة العربية أسهل من العامية طبعاً طبعاً لأنها لها أصول ألعاب وأجمل لأنه اللفظ في اللغة العربية يشمل أكتر من معنى فمثلاً إحنا لما بنيجي نسمع لفظ بسيط زي الحسد الحسد في اللغة العربية له أكثر من معنى العمى اللغة العربية هلها تعمل أبصار؟ أه ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فالمعنى في اللغة العربية مختلفة عشان كده أنا في رأيه وده رأيه اجتهادي إن إحنا الناس نرجع نودي أولادنا الكتاب العل الصغير لازم الولاد يحفظوا القرآن بطريقة اللي هو يطلع أول ما ينطق ينطق الآيات القرآنية فمخه يطبع فيه اللغة العربية طبع دي هتطبعه طبع وهيختلف الولد ده في تعبيراته بشكل كبير جداً فيه دكتورة سمعت لها مرة محاضرة حضرت لها مرة محاضرة كانت دكتورة في اللغة بس أنا من زمان الكلام ده من حوالي كان عشر سنة أو اتنشر سنة كان بتتكلم في أنه الطفل العربي عنده حصيلة لغوية أكبر بكتير من أي طفل تاني وإحنا ضيعنا الحصيلة دي بنحنا خلينا الولد ما يتعلمش اللغة عربية الطفل العربي اللي بيروح الكتاب اللي حافظ الكرآن عنده العقل بتاعه أقوى بيتمر نتيجة وجود حصيلة لغوية عالية جداً مازال هذا الطفل قوي في الأرياف في بعض الأرياف الولاد ديسة بيروحوا كتتيب شوفوا الطفل بتاع الأرياف ده في طريقة تعامله في طريقة ردوده في كلامه في خف الدمه في رد فعله على اللي قدامه في أسلوب وهو شاب بتبصت لالواد عنده تبن تسع عشر سنين وراجل في البيت وشوف زيه كده الموجود في المدينة في الحضر اللي ما تعلمش ده كله وهتلاقيه قاعد منزوي ما بيرده ما بقولش كلمتان على بعض لما حد بيكلمه مش قادر يرد عليه فرق كبير بالاتنين رغم أنه ممكن يكون ده إمكانياته المالية أعلى من ده بكتير في واحد قربنا كان أخذنا في زياره فبرضو العرب يفتاعه فظيح وأنا حسيت من الأول خلص يعني فقوله جمع قلم إيه أظن يعني سؤال سهل جدا قال لي جمع قلم تقلمه فقوله إزاي قال ليه إحنا مش نقول سبع تقلمه وتمن تقلمه هذا هي العمية اللي فسدت اللغة العربية يا أيمن يا ريت يبقى فيه شدة شديدة جدا من المسؤولين لإعادة اللغة العربية لما كانت عليه أنا كنت في جامعة النهضة مش النهضة أنا جامعة الدلتة أممم مبارح بقوله المحاضرة ثلاث ساعات اللي قدمني رنت الألفاظ بتاعتها في ودي وختم المحاضرة بكذا سؤال لغة عربية راقية جدا ما غلطش في عرف ما غلطش في تشكيل فبعد المحاضرة وإن نازل هو جاي سلم علي طوله حارك حفظ القرآن قال لي عرفت منين ما غلطش ما غلطش ما غلطش لغة عربية راقية جدا وبعدين جميلة الرغة العربية جميلة جدا كان في برنامج زمان في الراديو لغتنا الجميلة كان بيجيب لك بس جملة يقول لك دي تحوي كم معنى يطلع عشرين تلاتين معنى القرآن نزل بالعربي عشان ما حدش يفهمه عشان ما حدش يفهمه ما حدش يقول خلاص ده الأمور واضحة لا أبسط الآيات الناس مختلفة فيه أبسط الآيات الناس مختلفة فيه هو ما فيش ده تشكيل يغير لك المعنى إنما يخشى الله من عبادية العربية غير حرف بس بالتشكيل تتغير المعنى الله يرحمه والأستاذ فاروق شوشة ما فيش زيفر وشوشة تلوحة طبعا أنا بتكلم على فاروق شوشة تحديدا نحن قلنا لغتنا الجميلة عمع لغتنا الجميلة بتاعه كان هذا النموذج بصوته بطريقة حواره نموذج لكيف يكون الأعلامي كان مقرر علينا ما إيه يا أيمن في أولى سنة وتانية سنة وتالت سنة كانت عبقريات هاتها دلوقتي الطالب يقرأ عبقريات عمر إن كان جدع يفهم لأنه في اللغة العرب ضعيف أنا يعني قريت رواية واقس لما قريتها وأنا في ربعة بتدقي بكثير ما كنتش بتقول تقلمها لا لا أما كانت تخيلوا هي قد كده أنا فاكرها كويس جدا لعبقرياتكت مقررة مقررة أنا بكلم على واقس ما كانتش مقررة واقس ما كانت مقررة في جيل قبلينة على ما أعتقد خير بقى إحنا أقول لسنة بدرس العقاد وتانية وتالتة فتطلع اللغة العربية سليمة هات دلوقتي الجيل الجديد يبعت يعني خطابات سليمة أنا بشوفها عندي في الجامعة ده ليه ولد أقول له اكتب بالشكوى بتاعتك نصها غلط والله عزيزي بمناسبة الغلط لازم نسمع أبو الهريف ده بقى آه ده جديد آه أبو الغلط آه محب عندنا أبو العريف النهاردة في حتتين بيفتي فيهم والفاتي في الاتنين شهير جداً وفي الاتنين جريمة هات سمع أبو العريف في المحطة الأولى يا بيشة أعزم عليه بسجارة يقول لي بطلت من ساعة مجال السكر طب اشرب الحاجة الساعة طب طبق البسبوسة ما كملتوش طب حتت جاتوه كمان عشان خطري يقول لي بلاش عشان السكر ما يعليش ده يا أخوي أضيف الرخم ده أنت بخيلي عما أنت ولا إيه مش معاك الدواء بتاعك اللي آه وباخده بانتظام قلت له لما يكون فيه مناسبة حلوة زي دي تاخد جرعة زيادة توازن الحلويات الزيادة اللي حتكلها المفروض أصلا تعيش حياتك بني قدم طبيعي واتدخن وتاكل وتشرب طبيعي زي خلق الله مدام بتاخد الدواء ما فيش أي خوف ولا أي مضاعفات أنا بقول لك خط جرعة زيادة احتياطي عشان شايفك موسوس إيه رأيك بقى محدش واكل صنية البسبوسة دي غيرك قاتل قاتل تعرف اني فيه نسبة تعمل كده على فكرة يزود جرعة الإنسولي على در بالضبط آه هو زود النهاردة عزم هو المفروض يمكن فاهم انه لا حلويات دي خطر عليه حتى لو زود جرعة الدواء مش هتعمل حاجة مع حلويات أيمن عايزين نعمل تلاتة أربعة حلقات واربعد أنا الزكر أقضى الزكر مظلوم تاني الزكر بشكل شعبي عشان رحنا بشكل علمي نشرعه بطريقة الشعبية عشان نلحق الناس عشان أبو العريف لا ده أبو العريف ده كتير قوي أبو العريف أبو العريف يبقاش أنمع وأشكال فيها أبو العريف اللي بيعالج الناس كلها بالكروكمين كل الأمراض بتعالج بالكروكمين أنا عارفه يعني بس ماشي بيعالج هاي حاجة قوط القلب والقولون والقولون والأرتكارية 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 والروباتويد والروباتويد والزيبة الحمر أبو العريف يفتي في مجال آخر أكثر خطورة نسمع مع بعض يا بيشة الحج عفاف خالة الأولاد الكبيرة من ساعة ما رجعت من الخليج والود موصول مرة عندنا ومرة عندهم آخر زيارة لقيتها مصدعة ومش ريئة بتقولي حسن ضغطي علي قلت لها طب يلا ننزل الصيدلية نقيس الضغط وفعلا يا بيشة طلع ضغطها عالي اشتريت لها شروط برشام بتاع الضغط ساعة واثنين هاي حاجة عفاف قالت تمام الحمد لله قلت لها هدوة معاكي إذا حسيت بنفس الأعراض تغديلك برشامة وما تشغليش بالك لا تقيسي تاني ولا تروحي الدكتور أنت بس قللي الملح وابعادي عن التوتر واشوفك الزيارة الجاية واتطمن عليكي لمجرد إن يكون الإنسان مريض بالضغط هو بيعتبر نفسه دكتور ضغط آه خلاص ويبدأ ينشر الثقافة اللي هو صح صح بدم قعد أربع تشر أربع تشر بياخد دوة ضغط بقى أوسفاس بقى دكتور آه آه متخصص ياريت لدكتور بقى أوسفاس وانت قاسب والله يا سيدي في نفس القعدة اللي كان قعدة فيها الصديقة اللي بتنزفت من منخرة هو عندها ضغط وقلت لا لا لازم تمشي على دوة ضغط بانتظام وتشوف دكتورك بانتظام نفس القعدة كان فيها مريض ضغط الصديق اللي هي كان بينضيها نصائحك هو اللي بيئنا صح آه هو بيتكلم ايه تمام يعني أصلي يبدو يا أيمن إن الطب لذيذ هو الطب آه في جذبية احنا ما نحسش به دي لإن إحنا شربناه نا ما يبدو إنه حاجة لذيذة يعني إن واحد يتكلم في الطب دي حاجة جميلة يعني فالناس كلها بتحب تتكلم في الطب بس ننصحهم يقولوا اللي سمعوه من حد يعني ما يفتيش آه يعني يعني الفئة انت سمعت من الدكتور بيقول ما تاكلش مالحي آه بلغي 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 سمعت من الدكتور إنه تدخين قاتل بلغي آه إنه ما تفتيش آه سمعت من الدكتور إنه ما ياكل مشربش عرقسوس محبت تعالوا ضغط أقد ما يشربش عرقسوس صح ده تمام بتنجم بخلي لا أه بخلي اللقات والشطر عجل دي خطر الآن سنة هقولك شهادة حق يعني أنت أحد أسباب شعبانت الطب ربنا يبرك فيك والله أوجودك معانا لا أنت اللي ابتديت ربنا يخليك يعني أنت ابتديت قصة إن الشعب يعرف طب في الرمط الأستاذ اللي تجابه في الأسنان في النساء والتوليد في البطنة في راحة القلب في جراحة القلب يعني فعلاً الناس بقى عندها وعي كويس جداً جداً ومش دي زمان زمان كان لا وعي بتاتاً ده 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 احنا في ألفين وستة وسبعة كانت الدنيا ماشية في اتجاه مختلفة آه كان فيه طب البديل أنت يا أيمان يعني يا رب يبديك سواب العمل ربنا يخليه ووجودك معانا يا أستاذنا كالعادة بنفرح فرحة كبيرة مش بس على مسؤولة البرنامج على مسؤولة قناة كلها إنك تكون موجودة على الشاشة إن شاء الله نورتنا الله يعفو الله أستاذنا أستاذ الأسازة القيمة العلمية الكبيرة وطبعاً على السورة الحية اللي تعلمنا منه كلنا مش إحنا بس الأجيال الكثيرة في الأصر العيني وخارج الأصر العيني مفيش جامعة في مصر ما تعلمتش من ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة قاله أستاذ الدكتور حسين موافي اللي كان منوارنا النهاردة في الناس الحالة خليكم مع الناس الحالة كثير من الناس بتشتكي من المايا البيضة ودي قصة واضحة جداً وبينة جداً وبرضو أنا شايف إن الثقافة بتاعت الناس المفورة تقدم في إنها إزاي تكتشف مبكراً إزاي أيضاً